قناة حكاية كتاب بوكستيل تقدم الرواية الصوتية سلسلة روايات بانوراما تأليف دكتور نبيل فاروق العدد رقم سبعة التائه أنا والقانون الجريمة الكاملة قصة بوليسية كاملة كل مجرم يترك دليلا خلفه هذه هي القاعدة التي أؤمن بها طيلة عمري منذ بدأت عملي كرجل قانون دون أن أفقد إيماني بها قط على الرغم من كل ما واجهته فيما عاد هذه المرة ففي هذه الجريمة التي أقف أمامها حائرا أعجز عن العثور على دليل واحد يرشدني إلى مرتكبها أو مرتكبيها إنها في رأيي الجريمة الكاملة دعونا نراجع ما حدث معا وسترون أنني على حق لقد تلقيت البلاغ هذا الصباح فهرعت إلى هنا ليواجهني هذا اللغز العجيب الجريمة نفسها كانت عادية للغاية فلقد باغت أحدهم صراف شاركة كبرى وأفقده الوعي ثم صرق مليون جنيه من الخزانة دفعة واحدة إلى هنا وعلى الرغم من ضخامة المبلغ إلا أن الأمر ما يزال مألوفا مجرد جريمة صرقة ولكن عندما وصلت إلى الشركة كان الصراف قد استعاد وعيه ويحيط به بعض زملائه في حجرته الصغيرة يعاونونه على شرب كوب من الشاي بالليمون في محاولة لإنعاشه في حين كان المدير شديد التوتر ورجال الشرطة يحيطون بالمكان لحراسته وضمان عدم إطلاف الأدلة لحين وصولي ووصول رجال المعمل الجنائي فقلت في غضب مشيرا إلى الصراف وزملائه ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ أجابني ضابط الشرطة في حزر إنهم يصعفون زميلهم صحت مخنقا بل قل يتلفون أي أدلة محتملة هيا أخرجوهم من هنا على الفور انتبه الضابط لما أعنيه فاختقن وجهاه في توطر وأصرع يخلي الحجرة في حين التفت أنا إلى المدير وسألته في اهتمام ماذا حدث بالضبط؟ كانت طقس باردا للغاية وعلى الرغم من هذا راح المدير يجفف بعض العرق الذي تصبب على وجهه وهو يجيب كل شيء كان هادئا ويسير على ما يرام وذهب الأستاذ أمين الصراف إلى البنك وأحضر المليون جنيه ثم أودعها الخزانة في الحجرة التي يحتلها وحده وظل يواصل عدها حتى موعد الغداء فأغلق الخزانة وطلب من حارس الخجرة حرصتها جيدا وغاب ساعة تناول خلالها طعام غدائه ثم عاد ليكمل عمله وأغلق الحجرة عليه كالمعتاد ومضت بضع دقائق ثم سمع الحارس صوت ضربة مكتومة وتأوهات الأستاذ أمين فرح يضق باب الحجرة بقبضته في عنف ولكن الباب كان مغلقا من الداخل فاجتمع معه بعض الموظفين وكسروا رتاج الباب واندفعوا إلى الحجرة ليجد الأستاذ أمين فاقد الوعي والخزانة خالية من النقود تماما بدأ لي الحادث عاديا حتى هذه النقطة فدخلت إلى حجرة الخزانة لأفحصها على نحو روتيني وبدت لي صغيرة بالفعل فهي لا تحوي سوى خزانة كبيرة كانت مفتوحة وخالية ومكتب يواجه باب الحجرة تماما سقطت فوقه كوفية صوفية سميكة مزدوجة ومنظار طبي سميك وبها نافذة واحدة إلى يسار المكتب وبدأ الغموض يكتنف الموقف عندما فحصت النافذة التي كانت مغلقة من الداخل في أحكام فالتفت إلى المدير أسأله من أغلق هذه النافذة؟ أجابني في توطر إنها مغلقة منذ الصباح فالأساز أمين مصاب بنوبة برد ويخشى مضاعفاتها عقبت حاجبي في دهشة وأنا أراجع هذا الموقف العجيب لو كان الباب مغلقا من الداخل وكذلك النافذة فكيف دخل السارقة إلى الحجرة؟ شغلتني الفكرة فرحت أفحص الحجرة مرة أخرى ولم أجد بها سوى ما وجدته في المرة الأولى بالإضافة إلى سلة ممتلئة بأوراق بيضاء ممزقة تساقط بعضها حولها معلنا لا مبالات الأستاذ أمين وإهماله وبدأت أدرس الاحتمالات كلها في ذهني كيف يمكن سرقة النقود في مثل هذه الحالة؟ ولم يجد عقلي سوى احتمالين لا ثالثة لهم إما أن يكون الحارس قد اقتحم الحجرة وأفقد الأستاذ أمين وعيه ثم غادر المكان وراح يضق الباب متظاهرا بالفزع بعد أن سرقت النقود وأخفاها أو يكون الأستاذ أمين نفسه هو السارق؟ ومن هنا بدأت باستجواب الحارس الذي وقف أمامي في انتباه تام وأنا أسأله لماذا لم تقتحم الحجر مباشرة فور سماعك تأوهات الأستاذ أمين؟ أجاباني بسرعة كان البابا مصادا من الداخل سألته وكيف عرفت؟ خيل إلي أنه يستسخف سؤالي وهو يجيب حاولت فتحه فلم أستطع سألته في حزم هل تأكد غيرك من هذا؟ أو ما أبرأسه إيجابا وقال نعم الأستاذ حسن والأستاذ مفتاح حاول فتح الباب ولكنه معيقنا من أنه مصد من الداخل فتعاون معي لتحطيم رتاجه واقتحمنا الحجر معا سألته وماذا رأيت داخلها؟ أشار إلى المكتب قائلا كان الأستاذ أمين ملقى فوق المكتب فاقد الوعي وكفيته ملقى أمامه والخزانة خاوية تماما اعتدلت في مقعدي أسأله وكيف عرفت أنه كفيته؟ بدأ شبح ابتسامة على جانب شفتيه وهو يقول إنه مصاب بنوبة برد وكان يلفها حول عنقه عندما حضر هذا الصباح وعندما خرج لتناول طعام الغداء وعند عودته أيضا ضيقني أسلوبه المستهتر في إجابة أسئلتي فملت نحوه وسألته بختة في صرامة وأين كانت النقود عندما خرج الأستاذ أمين لتناول الطعام؟ أجاب بسرعة ودون ترو في الخزانة خيل إلي أنه وقع بلسانه في الخطأ الذي سيكشف أمره فهتفت به فجأة وكيف عرفت؟ ويبدو أنني بلغت كثيرا في إسلوبي فقد ارتسمت على شفتي الشاب ابتسامة ساخرة وهو يجيب قبل أن يغادر الأستاذ أمين مكتبه دعاني إليه ليطالبني بتجديد الحراسة على الحجرة وعند إذن رأيته يصف رزم النقود داخل الخزانة ثم يغلقها جيدا قبل أن ينصرف تراجعت بخيبة أمل وتصورت أنه سيكتفي بهذا القدر ولكنه واصل بشيء من الشماتة وعندما عاد رأيته يخرج رزم النقود مرة أخرى من الخزانة قبل أن يغلق الباب من الداخل ويواصل عدها مرة أخرى لم يرق لي اسلوبه ولكنني كتمت هذا في أعماقي وأنا وشير إلى النافذة قائلا وماذا عن هذه النافذة هل كانت مصادة حين ذاك ألقى نظرة سريعة على النافذة وأجاب إنها مصادة دائما منذ ودء الشتاء قلت في حدة كيف وصل الصارق إلى النقود إذن مدام كل شيء كان مصادة من الداخل هز كتفيه في لا مبلاء وقال إنها مهمتك أن تعثر على جواب لهذا السؤال شعرت برغبة عارمة في صفعيه وإلقائه خارج الحجرة ولكنني كتمت رغبتي هذه في أعماقي وقلت اذهب وأرسل لي الأستاذ أمين غادر الحارس الحجرة فالتفت إلى المدير يسألني في توطر هل توصلت إلى شيء؟ لوحت بيدي قائلا ليس بعد اكتفى الرجل بجواب المقتضب هذا وعاد يجافف عرقه الوهمي في حين وصل الأستاذ أمين وقال في أسا هل تطلبني يا سادة المفتش؟ سألته ماذا حدث بالضبط يا أستاذ أمين؟ أجابني في توطر حزين لقد عدت من فترة الغداء ووصلت عدة نقود حتى شعرت بضربة قوية على مؤخرة عنقي فقلت بعدها الوعي حتى وجدتكم هنا سألته في خبث أين شعرت بالضربة بالضبط؟ أمال عنقه نحوي وهو يشير إليه قائلا هنا وما أن ألقيت نظرة على عنقه حتى زيلني أي شك في زيف قصته فقد كانت هناك كدمة زرقاء كبيرة واضحة تحتل مؤخرة عنقه كلها تقريبا وكان من الواضح أن الرجل تلقى ضربة عنيفة عليها بالفعل تكفي لإفقاده وعيه ولكن هذا كان يزيد الأمر غرابة فلو أن الحارس لم يفعلها وكذلك الأساز أمين فمن فعلها إذن؟ ولم يكد هذا السؤال يجول بخطيري حتى ألقاها المدير على مسامعي في توطر فأجبته الاحتمال الوحيد هو أن أحدهم اختبأ هنا وصرق النقود ثم انضم بعدها إلى الموظفين الذين اقتحموا المكتب سألني في حيرة وأين يمكن أن يختبئ؟ بدا لي أن السؤال منطقيا وبدت لي فكرتي بالغة السخافة فأسرعت أقول إنه مجرد افتراض ثم قلت بسرعة قبل أن ينتبه إلى سخافة الأمر أكثر ربما أخذ الأستاذ أمين النقود وألقاها لشريك له من النافذة ثم تظاهر بفقدان الوعي أو ربما ضربه شريكه هذا لإتقان اللعبة حدق الرجل في وجهي لحظة في دهشة ثم أجاب ولكن النافذة تطلع على حجراتي مباشرة ولو تسلل إليها فأر للم احته على الفور لم أشعر في حياتي كلها بالسخافة مثل ما شعرت في هذه اللحظة كل الخيوط كانت تنتهي إلى لا شيء من المستحيل أن يكون الحارس هو الصارق ومن المستحيل أن يكون الفاعل هو الأستاذ أمين ومن المستحيل أيضا أن يأتي صارق من الخارج إنها الجريمة الكاملة إذن الجريمة التي يستحيل كشف سرها جريمة تبدو كما لو أنها قد حدثت في عالم آخر أو فجأة تجمدت الأفكار كلها في رأسي ووجدت نفسي أهتف أو في وقت آخر تطلع علي المدير في دهشة وقال ماذا تعني يا سيدة المفتش؟ أشرت إلى كفية الأستاذ أمين وهتفت هنا يكمن الحل أيها المدير عدا الرجل يحضق في وجه مرة أخرى بدهشة وينقل بصره بيني وبين الكفية قبل أن يتمتم في حيرة هنا أجبته في حماس نعم أيها المدير هذه الكفية هي التي قامت بالعمل كله عدا يتطلع إلي مرة أخرى في دهشة فشارعت قائلا عندما أتى الأستاذ أمين إلى هنا هذا الصباح كان يحيط عنقاه بهذه الكفية والسبب ليس البرد القارس كما قد يبدو وليس كذلك إصابته بنوبة برد وإنما السبب الحقيقي هو أن الكفية ستلعب دورا كبيرا في العملية كلها لقد تسلم الأستاذ أمين المليون جنيه من البنك وأخضرها إلى هنا وبدلا من أن يعدها رح يصنع رزما من الأوراق البيضاء تشبه في مساحتها أوراق النقود ووضع في بداية ونهاية كل الرزمة ورقة نقد حقيقية بحيث تبدو الرزم كلها وكأنها تحوي المبلغ كله ثم أخفى المبلغ الحقيقي داخل كفيته المزدوجة ولف بها عنقه ثم سدعى الحيرس وتظاهر أمامه بوضع الرزم في الخزانة وهو يطالبه بحراسة الحجرة مطمئنا إلى أن الحيرس سيشهد وقت اللزوم بأنه رآه يضع المبلغ كله في الخزانة وبعدها غادر أمين الشركة وهو يلف المبلغ حول عنقه وأعطاه لشريكه الذي ضربه على مؤخرة عنقه ضربة تكفي لصنع كدمة واضحة ثم أنعشه قبل انتهاء موعد الغداء ثم عاد الأساس أمين إلى الشركة وهو يلف عنقه بالكوفية الخالية ليخفي الكدمة وأغلق باب الحجرة خلفه وأخرج الرزم الزائفة من الخزانة فانتزع منها الأوراق الحقيقية ومزق الأوراق البيضاء وألقاها في سلة المهملات المجاورة لمكتبه وبعدها افتعل الضربة وتأوه وتظاهر بفقدان الوعي والكدمات تكفي لتأكيد موقفه ثم ابتسمت محملا ولكنه نسي أن يفتح باب الحجرة أو حتى مزلاجا نافذة ليترك احتمالا منطقيا واحدا بدلا من أن يحيط الأمر كله بغموض لحصر له أدى إلى كشف أمره في النهاية هتف المدير زاهلا كيف أمكنك استنتاج هذا؟ هزست كتفي قائلا إنه أسلوب التقليدي أستبعد المستحيل فلا أجد أمامي سوى الحقيقة مهما بلغت غرابتها لست أدري متى وأين قرأت هذه العبارة بالضبط ولكن الموقف بدى مناسبا تماما لاستعارتها في ذلك اليوم والمهم أنني وجهت الأستاذ أمين باستنتاجاتي وانهار الرجل واعترف وعندما عرض مدير الشركة منح مكافأة سخية رفضت تماما وأبلغته أنني لم أؤدي سوى واجبي الذي أتقاد عنه راتب الشهري فطلبني بأن أستقيل وأعمل كمدير للأمن في شركاته بمرتب يسيل له اللعاب ولكنني رفضت هذا أيضا ربما لأنني مازلت أحب لقب المفاتش عادل أو لأنها لعبتي أنا أنا والقانون يوميات آخر البشر أول يناير عام 2307 ميلاديا اليوم تمر سبع سنوات على الحرب الشاملة التي اندلعت مع أول أيام عام 2300 ميلاديا وانتهت في الخامس من يناير في العام نفسه خمسة أيام فحزب استغرقتها الحرب الرهيبة التي فاقت أبشع الحروب التي قرأنا عنها ورأيناها على شاشات الكمبيوتر المجسم وأكثرها هولا وضمارا منذ بدء التاريخ المدون ويلاه من ذكره كان العالم قد ناسي الحروب أو تناساها منذ تلك الحرب العالمية الثالثة التي دارت عام 2014 ميلاديا بينما كان يعرف باسم الولايات المتحدة الأمريكية ودولتي ألمانيا واليابان ولقد قرأت في كتب التاريخ في طفولتي أن هذه الولايات الأمريكية كانت قد هزمت الدولتين الأخريين فيما عرف باسم الحرب العالمية الثانية عام 1945 ميلاديا وسيطرت عليهم عسكريا واقتصاديا بالتعاون مع إنجلترا وفرنسا ودولة ثالثة لست أذكر اسمها حاليا فهو طويل معقد ولا وجود له في كتب التاريخ منذ زمن بعيد المهم أن ألمانيا واليابان صمتت وصمضت طويلا وراحت تبنيان اقتصادهما روايدا روايدا في حين انشغل الاتحاد الأمريكي بالسيطرة على العالم والقيام بعدد لا حصر له من الدسائس والمؤامرات وخوض حروب قصيرة وسريعة كمحاولة لإغضاع العالم كله لما أسماه بالنظام العالمي الفريد أو الجديد لست أذكر ويقال إنه نجح في ذلك إلى حد ما إلا أنه استيقظ فجأة من حلمه الاستعماري العدواني ليجد ألمانيا واليابان على قمة العالم تؤازرهما كل دول جنوب شرق آسيا والاتحاد العربي واستراليا وحتى دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وثارت ثائرة الاتحاد الأمريكي واندلعت الحرب العالمية الثالثة التي أشعلها الاتحاد الأمريكي دون أن تساوره زرة واحدة من الشك في أنه سيحسم الحرب لصالحه خلال شهر أو شهرين على الأكثر مدام يمتلك كل أسلحة القوة والضمار ويحتكر كل الأسرار ثم انتبه فجأة إلا أنه واهم وكشف أنه لا يسند إلا لقشرة واهية لم تلبث أن انهارت مع انخفاض المستوى الاقتصادي بعد شهر واحد من الحرب وتضح له أنه لا يمتلك سطوة حقيقية بل أصبح مجرد كيان هش نخره سوس الفساد والانحلال والأنانية والغرور وانهار الاتحاد الأمريكي انهار من الداخل قبل أن ينقض عليه الماردان الياباني والألماني ويحطمان ما تبقى منه بضربة واحدة بفضل الحزم الألماني الأسطوري والتكنولوجيا اليابانية المزهلة التي أبطلت عمل كل الأسلحة النووية الأمريكية قبل حتى أن تنطلق من قواعدها وانمح من التاريخ اسم الولايات المتحدة الأمريكية كما انمح من قبلها اسم تلك الامبراطورية الأخرى في شمال شرق أسيا وغيرها وغيرها وبقيت ألمانيا واليابان وبدأ عهد جديد عهد ساد السلامة والوئام وأطلت منه عظمة الإنسان وروعة الطبيعة وتجلى الخالق عز وجل في محبة البشر لبعضهم ومعاونتهم للضعفاء والمحتاجين وتصور الجميع أن الحال سيبقى هكذا إلى الأبد ولكن هيهات بقاء الحال من المحال لقد تطورت ألمانيا بشدة وصعدت أسهم اليابان إلى عنان السماء ولم تعد إحدهما ترضى بنسخ العالم بل راحة تخططان للسيطرة على الكل للجزء وعندئذ وقعت الحرب الشاملة كان من الممكن أن يطلق عليها إسم الحرب العالمية الرابعة لو لأنها كانت رهيبة مخيفة هائلة شاب لها الوليد في بطن أمه قبل أن يلقى كلاهما مصرع بسبب تلك الأشعة المرعبة والفيروسات المخلقة التي نشرها كل من الطرفين في سماء العالم وتساقط الملايين والملايين واتسعت ابتسامة الموت لتبتلع العالم كله في سويعات معدودة وكانت النهاية مذهلة لم تعد هناك ألمانيا ولم تعد هناك اليابان الجميع عصفت بهم الحرب وأسقطتهم كالهاشيم تحت الضربات القاسية للنار والفيروسات الرهيبة التي أطلق عليها إسم تاء ألف باء راء أي تدمير الأجساد بلا رحمة كان يكفي أن يتسلل الفيروس إلى دمك حتى تتساقط أطرافك رويدا رويدا كما لو كانت أخصانا زابلة جافة في خريف شره وعلى الرغم من أن الحرب الفعلية لم تستغرق سوى خمسة أيام إلى أن الضحايا راحوا يتساقطون بالملايين عبر العامين التاليين والآن لم يعد هناك سواي تساقطوا جميعا من حولي حتى وجدت نفسي فجأة أدفن آخرهم وأبقى وحيدا ولست أدري حتى لماذا لم ألحق بهم التفسير الوحيد الذي سمعته في هذا الشأن هو أن هناك عامل ما في دمي يمنع ذلك الفيروس العين من السيطرة على جسدي وتدميره يوم علموا هذا قالوا أنني محظوظ وأنه لو كانت هناك أدوات باقية من تلك التي ابتكرها العلم يوما ودمرتها أشعة الفساد خلال الحرب الشاملة لكانت هناك فرصة لإنقاذ من تبقى حيا بوساطة مصل يصنع من دمي أنا ولكن أحدا لم يفعل هذا وأحدا لم يبقى أنا الآن وحيد بائس بلا رفيق أو أنيس ولكنني لن أستسلم لهذا سأبحث عن أحياء آخرين سأبحث عنهم في كل مكان لابد أن يتبقى أمل في البقاء أمل واحد السابع من مارس عام 2307 ميلاديا لم يعد هناك أمل أكثر من شهرين كاملين وأنا أجوب كل المناطق المحيطة به دون أن أعثر على أثر واحد للحياة ملايين الجثث تملأ الشوارع والطرقات أنهار من الدموع سكبتها عيني بلا جدوى لقد أصبح الأمر واضحا أنا آخر من تبقى على وجه الأرض آخر البشر ويله من لقب وهي لها من مفارقة عجيبة عندما أنجبتني أمي أطلقت علي اسم آدم تيمنا بسيدنا آدم أول البشر دون أن تدرك أو حتى يدور بخلدها لحظة واحدة أن الذي حمل اسم أول البشر سيكون بدوره آخر البشر وربما هي حكمة إلهية من يدري لم أعد حتى أفكر في الأمر أو أحاول فلسفته بل ولم أعد أشعر بأدنى جدوى لهذا إنني أتساءل لماذا أكتب هذه اليوميات من سيقرؤها بعدي ترى هل تندثر كمن دثرت البشرية والحضارة هل تأتي يوما مخلوقات من كواكب أخرى فتعثر على هذه اليوميات وتتخذ منها ركيزة لإثبات أنه كانت توجد حياة عاقلة على سطح هذا الكوكب يوم ما عجبا ما زال تفكيري خياليا ما زلت أشغل عقلي بالمستقبل ومشاني أنا بما سيحدث غدا إنني لن أحيا للغد ولن أراه هذا ما اعتزمته أعرف أن الانتحار كفر وجريمة ترفضها كل الشرائع والأديان ولكنني لم أعد أحتمل الحياة في ظل هذه الوحدة البائسة اليائسة لقد قررت الصمت والاسسلام والامتناع عن الطعام والشراب حتى ينهار جسدي وألحق بمن سبقوني لم يعد هناك أمل في الحياة الوداع الثالث والعشرون من مارس عام 2307 ميلاديا لو قدر لشخص ما أن يقرأ هذه اليوميات فسيتهمني حتما بالتقاعص والتفاهة ونعدام الشخصية لأنني بقيت على قيد الحياة ولكنني لم أستطع الانتحار لم أحتمل فكرة الموت كافرا بعد حياة طويلة رعيت فيها كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى وأحجمت عن كل ما نهى عنه إنني لم أتوقف قط عن الصلاة حتى بعد أن هلك كل من حولي صرت وحيدا في العالم أجمع وعلى الرغم من كل ما ملأ نفسي من يأس واسى ولكنني فقدت الأمل الأمل في أن تستمر الحياة على الأرض ربما تستمر حياتي أنا لأعوام وأعوام قد تقصر أو تطول ولكنني في النهاية سألقى حتفي وتختفي الحياة عن وجه الأرض الحشرات وحدها سترث الكوكب كله إنها المخلوقات الوحيدة التي لم تتأثر بالإشعاعات القاتلة أو الفيروسات المميتة وكذلك النباتات والفاكهة بالتحديد وهذا ما أبقاني على قيد الحياة ولكني من يرغب في الاستمرار إنني أدعو الله في كل صلاة أن تنفرج أزمتي وتنتهي وحدتي في هذا العالم ولكني يبدو أنه لا يستجيب لدعاء قط فما زلت على قيد الحياة أتمنى الموت في كل لحظة فلا أجده ولكن لحظة هناك شيء يتحرك خلف تلك الأشجار البعيدة جسد شبه بشري اختفى بسرعة بين الأخصان الكثيفة لقد رأيته مستحيل سأذهب للبحث عنه ربما كان هناك أمل ربما الرابع والعشرون من مارس عام 2307 ميلاديا عثرت على حياة فتاة في العشرين من عمرها تقريبا فاقدة الزاكرة تحيا مثلي على النباتات والفاكهة ولا تذكر من أمرها شيئا ربما أصبتها صدمة نفسية شديدة محت زاكرتها وحطمت معنوياتها على هذا النحو ولكنها صحيحة جسديا ذلك الفيروس القاتل فاشل في القضاء عليها أيضا ربما تحمل في دمها نفس العنصر المناعي الذي أنقذني أيضا وعندما عثرت على حياة كانت خائفة مزعورة لم تصدق مثلي وجود بشري آخر على قيد الحياة وبزلت أنا جهدا خرافيا لتهدئتها وإقناعها بأنني لا أقصد بها شرا وأطلقت عليها اسم حياة كان من المفروض أن أسميها أمل لأنها بعثت الأمل في نفسي ولكنها بدت لي أشبه بالحياة حياة جديدة تطل علي من عينيها ووجهها الصبوح نعم إنها حياة حياتي وحياتها وحياة البشر على الأرض الثالث من يناير عام 2308 اليوم أتت أمل أول مولود في العالم الجديد بعد الحرب الشاملة وبعد شهر أو شهرين سيأتي مولود آخر بعد عثورنا على حامد وأمنية اللذين نجي أيضا من الفيروس القاتل وغدا ربما نعطر على آخرين وآخرين وعندما تضع أمنية حملها أتمنى أن يأتي زكرا حتى أجد زوجا لإبنتنا أمل بعد عيدة سنوات وربما أنجبت هي ابنة وأنجبت زوجاتي حياة ابنا فيما بعد المهم أن اليأس لم يعود يعرف طريقه إلى مجتمعنا الصغير سنعيد بناء الأرض والحضارة ربما كانت أمامنا آلاف سنوات لنبلغ ما كنا عليه من قبل ولكن جيلنا سيبزل قصار جهده ثم يسلم الرأي للجيل الذي يليه وهكذا والمهم أنني لم أعد آخر البشر لقد أصبح هناك آخرون وسيبقى الأمل سيبقى إلى الأبد تمت بحمد الله المغامرة رواية جاسوسية مسلسلة الحلقة الأخيرة ملخص ما سبق نشره وجد أشرف نفسه متورطا في لعبة مخابرات أمريكية سوفيتية وانحازدون مبرر واضح إلى نتاليا سوفيتية مما أثار غضب الأمريكيين وحاول سوفيت قتل عميلتهم نتاليا بعد فشلها في استعادة استوانة الكمبيوتر التي تحوي المعلومات المتصارى عليها وفوج أشرف بأن الاستوانة تحوي أسرارا عسكرية مصرية وأخنعته نتاليا بالفرار معها ومحاولت بلوغ الحدود اليونانية ولكن الشرطة التركية طاردت هما بطائرة هليكوبتر وأطلقت نتاليا النار على الهليكوبتر فانهالت عليها وعلى أشرف الرصاصات كالمطر كان طيار هليكوبتر الشرطة التركية يطلق النار في غضب عارم وهذا ما جعله يخطئ التصويب فالغضب الشريد يذهب بالعقل ويلغي القدرة على التفكير السليم وحسن اتخاذ القرار والتعامل معه أما نتاليا فقد هدفت بأشرف هيا بنا صاح مزعورا ومستنكرا إلى أين الرصاصات تنهال على كل مكان قالت ويتجذبه من معصمه في حزم حاول أن تتجاهلها صرخ في حنق وهو يعد مرغما إلى جوارها وحتى لو فعلت هل ستتجاهلني هي صاحبه اجري في حزب ولم يكن أمامه بالفعل سوى طاعاتها فانطلق يعد معها بكل قوتهما والرصاصات تتناثر خلف أقدامهما والطيار يصرخ في غضب لن تفلت مني لا تأشرف وهو يقول يبدو أنه على حق لم أعد أستطيع مواصلة العادو جذبته فجأة إلى اليمين هاتفه فليكن سنتوقف هنا صاحب مزعورا ماذا تقولين ولكنها دفعته جانبا في قوة فسقط أرضا في نفس اللحظة التي ألسقت هي فيها زهرها بالسخور ثم أمسكت مسدسها بقبضتيها ورفعت فواته نحو الهليكوبتر سارخة لم تترك لنا سوى هذا وكان مشهدا رهيبا بحق الهليكوبتر تنقض على نتاليا ورصاصاتها تتفجر في السخور المحيطة بها في حين وقفت هي في حزم عجيب تطلق رصاصات مسدسها على الهليكوبتر وفجأة اشتعلت النيران في مؤخرة الهليكوبتر وسرخ قائدها اللعنة لقد أصبتنا ثم صدار بطائرته محاولا الابتعاد قبل أن تمتد النيران إلى خزان الوقود ولكن نتاليا قالت في شراسة لا تحاول يا هذا لقد خسرت المباراة واطلقت آخر ما تبقى في خزانة مسدسها من رصاصات وحطمت المروحة الخلفية للهليكوبتر التي اختلت توازنها دفعة واحدة فضارت حول نفسها في عنف قبل أن ترتطم بالصخور على مسافة عشرين مترا من نتاليا وأشرف وتنفجر بدوا هائل ولم ينبس أشرف ببنت شفة حتى تلاشت دوا تماما وتساقط خطام الهليكوبتر المشتعلة واستقر بعيدا في منتصف الطريق فصاح غاضبا لما فعلت هذا أجابته في عصبية ماذا كنت تفضل أن يقتلنا هو قال في حدة بل كنت أفضل أن يبقى كلانا على قيد الحياة لقد بدأ يبتعد بالفعل بعد اندلاع النيران في مواخرة الهليكوبتر ولم يكن هناك داعي لقتله على هذا النحو أشارت إلى حطام الطائرة وهي تهتف في غضب لو رحل على هذه الصورة لوجدت جيشا من رجال الشرطة خلفنا صاحبها؟ ومن الذي تتوقعين أن يفعلوه الآن؟ أن يرسلوا برقية تهنئة؟ أجابته سارقة بل سيجرون بعض التحريات واستجوبون كل من عبر الطريق ثم يصدرون نشر بأوصافنا ويطالبون بإلقاء القبض علينا وحتى ينته من كل هذا نكون قد عبرنا تلك الحدود اللعين وأصبحنا خارج قبضتهم تماما هل فهمت؟ كان تحليلها منطقيا على الرغم من قصوته ولكنه قال في عصبية وكيف يمكننا باللغة تلك الحدود؟ أجابته في حزم سيرا على الأقدام حضق في وجهها بدهشة قبل أن يهتف مستنكرا هل جننتي؟ أتعلمين كم كيلو مترا بيننا وبين هذه الحدود؟ عشرة كيلو مترات على الأقل قالت في حزم هذا يعني ساعتين من السير على الأقدام على الأكثر ألا يمكنك السير لساعتين في حزب؟ قال في عصبية بل يمكنني السير لعشر ساعات في الظروف العادية ولكن الدقيقة الواحدة في مثل هذه الظروف تعني الكثير والكثير جذبته في حزم وهي تقول وتعني أنه لا ينبغي أن نضيع ثانية واحدة سالا في دهشة وهم يتسلقان الصخور ماذا تفعلين؟ أجابته بسرعة أطبق القاعدة الهندسية الشهيرة أقصر الطرق من نقطة إلى أخرى هي الخط المستقيم لن أضيع وقتي في اتخاذ الطريق الطبيعي فقد يجعلنا نقصر الكثير من الوقت كما أنه يجعل العثور علينا أكثر سهولة من العثور على نملة سوداء فوق ورق ناصعة البياض سنعبر ذلك التل إلى منطقة الغابات ونجتازها مباشرة إلى نقطة الحدود سألها في عصبية وماذا لو وجدناهم في انتظارنا هناك؟ عقدت حاجبيها قائلة في سرامة اطمئن هناك إجراءات لتفادي هذا ولم تشرح له هذه الإجراءات ولم يحاول هو أن يسألها فقط وصل تسلقهما وهبوطهما في الجانب الآخر حتى بلغ منطقة الغابات وراح يقطعانها في صمت وفي رهبة استغرقت المسافة ساعة وثلاث وخمسين دقيقة بالضبط قبل أن تلوح نقطة الحدود من بعيد فهتف أشرف وهو يطلق زفرة حارة أخيرا خير إلي أن القدمي ستنهاران لو وصل السير لربع ساعة أخرى عقدت حاجبيها وهي تقول هذا لأنك لا تزاول رياضة منتظمة أشار بيده قائلا في عصبية كفى أرجوك لقد سايمت هذه المحاضرات التي أسمعتني عشرات منها طول الطريق ابتسمت قائلة هل أصابك الملل؟ صمت دونان يجيب وهز كتفيه بحركة لا معنى لها فأطلقت ضحكة صافية ومالت نحوه قائلة كم تروق لي يا أشرف؟ تطلع عليها في دهشة وقد بدلوا الحديث عجيبا في موقفهم هذا وغمغم أروق لكي؟ ضحكت مرة أخرى ومالت نحوه أكثر حتى ملأ عطرها أنفه وهي تهمس؟ بالتأكيد بساطتك وعفويتك وشهامتك من المرأة التي يمكنها الصمود أمام كل هذا؟ أذكره عطرها وتمنى لو أنه جذبها إليه واحتواها بين زراعيه و... والآن ماذا سنفعل؟ لم يدر لماذا ألقى هذا السؤال في هذه اللحظة بالذات ولكن يبدو أن شيئا ما في عقله الباطن جعله يفعل هذا للفرار من حرج الموقف ولكنها فهمت وفي خبث أنثوي ابتسمت وتراجعت قائلة في هدوء سنعبر الحدود قال في عصبية بهذه البساطة؟ هزت رأسها قائلة كلا ليس بهذه البساطة إننا لن نعبر الحدود من هنا تطلع في حيرة إلى نقاط الحدود التي تبدو عند نهاية الغابة وقال من أين نعبرها إذن؟ أشارت إلى الغرب قائلة سنسير بمحازات الحدود لنصف الساعة وعند إذن سنجد نقطة حدود منفردة يرأسها المقدم كوستا وسيسمح لنا بعبورها سألها أنت واثقة؟ ابتسمت قائلة كوستا يعمل لحسابنا منذ ثلاث سنوات وبدأت سيرها نحو الغرب بالفعل مستطرضة وهي ليست أول مرة يفعل فيها هذا أو مأبراصه متفهما وصار إلى جوارها صامتا دون أن يتبادل حرفا واحدا ثم قطعت نتاليا حبل الصمت ويتسأله ما اسمها؟ سألها في دهشة من هذه؟ هزت كتفيها وقالت الفتاة التي ترتبط بها في وطنك ابتسم في خجل مغمغما لست مرتبطا بأي فتيات هناك هتفت حقا؟ أدهشه هتفا بكل ما يحويه من لهفة وسعادة فتطلع إليها في حيرة جعلتها تضحق قائلة لماذا تحدق فيها كذا؟ هم بقول شيء ما ثم لم يلبث أن تراجع وأطبق شفتيه وهو يشيح بوجهه مما جعلها تطلق ضحكة أخرى قائلة أنا أرق لك قالتها في دلال ويتتوقع منه إقبالا لا حد له واعترافا بجمالها وسحرها ولكنها فوجئت به يجيب في توطر كلا خيل إليها أنها لم تسمعه جيدا أو لم تحسن فهمه فغمغمت كلا ماذا؟ أجابها في عصبية كلا لست تروقين لي عقدت حاجبيها في غضب وهي تقول لماذا؟ ما نوع الفتاة التي تروق لك في المعتاد؟ قال بلهجة مستفزة لم أحدد أوصافها بعد ولكنها تختلف عنك حتما توقفت ناتاليا بختة والتفتت إليه في حدة فارتبك مغمغما ربما لم أقصد هذا بالتحديد انتزعت خنجارا من حزامها بختة بحركة عنيفة للغاية وأطلت من عينيها نظرة شارسة فتراجع ملوحا بكفيه وهاتفا إنه مزاح في حزب لن تقتلي شابا لمجرد أنه ولكن ناتاليا قاطعته بصيحة قتالية حادة ورفعت خنجارها وقزفته بكل قوتها وانطلقت صرخة ألم من بين شفتي إنسان إنسان يحتضر للوهلة الأولى تصور أشرف أن الخنجار سينغرس في قلبه لا محالة ثم بدأ له مصاره أقرب إلى عنقه منه إلى قلبه ولكن النصل اللامع الحاد مرق على قيد سنتيمترات من عنقه وواصل طريقه وسط الغابة ثم انطلقت ترك الصرخة وانطفد جسد أشرف في عنف ثم استدهر بسرعة يحدق في مصدر الصرخة ووقع بصره على توم الذي جهزت عيناه وزاغت حضقتاه وقد انغرس الخنجر حتى مقبضه في قلبه وارتجفت يده الممسكة بمسدس مزود بكاتم للصوت لحظة قبل أن يهوى جثة هامدة وقبل أن ينطق أشرف بحرف واحد كانت ناتاليا قد تجاوزته وانتزعت المسدس من يد توم وهي تقول في شراسة اذهب إلى الجحيم هتف أشرف إذن فقد عثر الأمريكيون علينا انطلقت تعد هاتفة أسرع لابد أن نبلغ نقطة كوستا بأقصى سرعة لم يجد أمامه سوى أن يعد خلفها وهو يقول في توطر بالغ ولكنهم كشفوا أمرنا بالفعل أجابته لاهثة هذا صحيح وسينتظروننا في نقطة الحدود الرئيسية ولو طال غيابنا سيعلمون أننا نتجه إلى إحدى النقاط الفرعية وينحقون بنا هناك ولهذا ينبغي أن نصل إلى كوستا وننهي إجراءات عبور الحدود بأقصى سرعة لاهثة بدوره من فرط التعب والانفعال والتوتر وراح يجري معها عبر الغابة حتى لاحظت نقطة الحدود الفرعية فهتفت هي ها هي زيه وخففت سرعتها وهي تستطرد في توطر حاول أن تبدو هادئا متماسكا وإلا استغل كوستا الموقف وطالبنا بضعف المكافأة المعتادة حاول أن يبدو هادئا متماسكا إلا أن الانفعال في أعماقه كان يعصف بنفسه كلها فهتف في حدة وكيف أفعل هذا؟ قالت في عصبية حاول فحسب هتف إنني أحاول هذا كل ما يمكنني فعله عقدت حاجبيها في توطر واتجهت نحو جند الحراسة الوحيد أمام الكوخ الخشبي الذي يحمل عبارات باللغة التركية واليونانية والإنجليزية والفرنسية وقالت أريد مقابلة المقدم كوستا رمقها الحارس بنظرة خاملة طويلة ثم أشار إلى الكوخ قائلا إنه بالداخل شعر أشرف بالدهشة من تلك اللامبالاة التي يتسم بها الحارس ولكن نتاليا بدت هادئة واثقة وكأنها اعتادت هذا ودلفت إلى الكوخ الخشبي وهي تشير له بأن يتبعها وسمعها تقول في دلال واضح مرحبا يا كوستا مدت فترة طويلة منذ التقينا آخر مرة لحق بها أشرف إلى الداخل وشاهد رجلا قصيرا أصلع الرأس يرتدي حلة رسمية ويتطلع إلى نتاليا في ارتباك واضح لم تلتفت إليه هذه الأخيرة وهي تقول لدينا موعد عاجل على الجانب الآخر يا كوستا وسندفع رسوم العبور المعتادة وبطرت عبارتها بختة عندما انتبهت إلى نظرة الاضطراب في عينيه وهو يتطلع إلى ركن الكوخ وقبل أن تلتفت إلى حيث ينظر سمعت باب الكوخ يغلق من خلفها وصوتا مألوفا يقول أهلا نتاليا هو قلب أشرف بين قدميه وهو يحضق في وجه صاحب الصوت في حين استدارت نتاليا في بطء وقالت يوري صوب يوري مسدسه إليها وهو يقول هاي إلقي مسدسك أرضا أولا يا عزيزتي نتاليا فأنا أكره التحدث إلى النساء وهن يحملن مسدساتهن وببطء شديد وإلا انطلق مسدسي بسرعة البرق ألقت نتاليا مسدسها أمام قدمها وهي تقول في حنق كان ينبغي أن أستندج هذا فأنت وأنا نعمل في الجانب نفسه أو كنا كذلك على الأقل ابتسم يوري في زفر وشماته وهو يقول نعم يا عزيزتي كنا كذلك فيما مضى ولكنك فشلت ولم تعودي صالحة للعمل معنا فقد فاتك أنني تلقيت نفس التدريبات وحصلت على نفس المعلومات وأعلم جيدا أنك لن تتاجه إلى نقاط الحدود الرئيسية بل ستلجأين مباشرة إلى كوستا وكان من الطبيعي أن أنتظرك هنا قال كوستا في توطر بالغ انهي الموقف بصرع أيها الرفيق يوري أنت تعلم حساسية مركزي و قاطعه يوري في حدة اخرص امتقع وجه كوستا وازدرد لعابه في عصبية في حين انعقد حاجب يوري في صرامة وحشية مخيفة وهو يقول لناتاليا أين الاستوانة؟ بدأ عليها العناد وهمت بأن تقول شيئا ما عندما قال أشرف فجأة إنها معي استدار إليه يوري في حدة وقال أعطني إياها أجابه أشرف في حزم بشرط واحد ردد يوري في دهشة شرط قال أشرف في سرعة نعم دع نتاليا ترحل أولا حضق فيه يوري ونتاليا بدهشة بالغة ثم ابتسم الأول في سخرية وقال إذن فأنت وقع في هوى عزيزاتنا نتاليا عظيم هذا يجعل الأمور أكثر بساطة ثم جذب إبرة مسدسه مستطردا في شراسة ستعطيني استوانة الكمبيوتر الآن أو أطلق النار على رأس محبوباتك الغالية توطر أشرف في شدة في حين قالت نتاليا لا تستمع إليه يا يوري التفت إليها يوري بابتسامة ساخرة فتابعت في توطر إنه هاو يحاول لعب دور المحترف في هذا المشهد ولكنك تعلم مثلي الفارق بين المحترف والهاوي في عالمنا هذا وبطرت عبارتها واتسعت عينها في شدة ويتهتف بختة لا يا أشرف لا تفعل هذا انتفض أشرف في جزع وهو يحضق فيها بزهول فلم يكن قد تحرك من مكانه قيد أم له أو حاول الإتيان بأي أمر ولكن يوري واقع في الفاخ لقد استدار بسرعة كبيرة مصوبا مسدسه إلى أشرف ثم لم يلبث أن انتبه إلى الخدعة فعاد يلتفت إلى نتاليا إلا أن هذه الأخيرة استقبلته بركلة قوية أطاحت بمسدسه وهي تقول هذا هو الفارق يا يوري ثم لكمته في أنفه مستطردة أنا محترفة تراجع مع لكمتها القوية فقفزت تستعيد مسدسها ولكن يوري اندفع نحوها هاتفا ليس بهذه السهولة وركل مسدسها بكل قوة قبل أن تصل إليه فرماه إلى ركن الحجرة وهو يستطرد أنا أيضا محترف هبت نتاليا لمقاتلته ولكنه لكمها في معدتها بقوة مضيفا ولكنني من طراز أفضل تفاجر غضب هائل في أعماق أشرف عندما رأى يوري يلكم نتاليا فانقض عليه صائحا أيها الوغد أتضرب سيدة تفاد يوري انقضادته بانحرافة سريعة ثم لكمه في فكه طائلا في سخرية هل ألمك هذا كثيرا؟ شعر أشرف باللاكمة قلقنبلة وهو يسقط أرضا في حين دفعت نتاليا مرة أخرى نحو مسدسها صائحة ربما كنت من طراز خاص يا يوري وقفزت لتلتقط المسدس مستطردة ولكنه طراز قزر كانت أصابعها تهم بالتقاط المسدس عندما صدر صوت رصاصة مكتومة أطاحت بالمسدس بعيدا عن يدها وقال يوري في سرامة خسرت أيتها الطراز النظيف كان قد استعاد مسدسه بأسرع مما فعلته هي ووقف يصوبه إليها والدخان يتصاعد من فواهة كاتم الصوت في نهايته وهو يشير إلى أشرف قائلا تعال إلى هنا أيها الهاوي قف إلى جوار زميلتنا السابقة حتى لا تتكرر خدعتكما مرة أخرى مسح أشرف خيط الدم الذي يسيل من طرف شفتيه وهو ينتقل إلى جوار نتاليا التي قالت في عصبية والآن ماذا يا يوري هل ستقتلنا؟ أجابها يوري في سخرية ماذا كنت ستفعلين لو أنك في موضعي عزيزتي؟ صمتت نتاليا في حنق في حين قال أشرف في توطر لو قتلتنا لن تحصل على الأسطوانة هز يوري كتفيه وقال سأنتزعها من جثتكما قال أشرف ومن أخبرك أنها بحوزتنا؟ ربما نقتفز بها في مكان سري ابتسم يوري في سخرية وقال في هذه الحالة لن يحصل عليها أحد بعد مصرعكما وسنرضى بهذا الحل قال كوستا في عصبية بسرعة يا يوري قد يصل المفتش في عصبية لحظة مط يوري شفتيه وجذب إبرة مسدسه وهو يقول لا بأس يا كوستا سننهي كل شيء على الفور وصوب المسدس إلى نتاليا وأشرف قائلا ودع الدنيا يا صديقي كانت أصابع يوري تهم بضغط الزناد عندما قال أشرف في عصبية هناك نسخة أخرى من الأسطوانة تطلعت إليه نتاليا في دهشة في حين عقد يوري حاجبيه وقال أنت مخادع قال أشرف في توطر كلا أنا صادق هناك نسخة أخرى من الأسطوانة سيتم تسليمها إلى الأمريكيين لو لقينا حدفنا صمت يوري وهو يتطلع إليه في حذر ثم سأله ومتى صنعت هذه النسخة الثانية بدى وكأن أشرف قد بوغت بالسؤال فارتبك لحظة ثم أجاب في حدة لست مضطرا لإجابة مثل هذا السؤال أطلق يوري ضحكة ساخرة عالية وقال بل لا يمكنك إجابته أيها المخادع لأنك كاذب فيما تقول لا توجد نسخة أخرى من الأسطوانة ولو أنك تملك واحدة لما سلمتها إلى الأمريكيين بعد كل ما فعلته من أجل نتاليا أما بشأن الأسطوانة الأصلية فإما أن أجدها معكما بعد أن أقتلكما أو تكون قد أخفيتماها في مكان سري كما تدعي وفي الحالتين لن نخسر كثيرا المهم أن لا يحصل الأمريكيون على سر التعديلات المصرية للطائرات F-20 وأن لا يستعيدها المصريون في هذه الحالة سيرضينا أن لا نحصل عليها نحن أيضا وعاد يصوب مسدسه إلى نتاليا وأشرف مستطردا الوداع أيها المخادع الوداع يا زميلة العزيزة السابقة وانطلقت رصاصات صامتة من كاتم صوت جيد وتفجرت الدماء في نقطة الحدود ستاشر صراع القمة سارت ارتجافة عنيفة في جسد أشرف عندما سك وزنيه صوت الرصاصة المكتوم وتصور لحظة أنه لقى مصرعه بالفعل ولكن لدهشته لم يكن هناك أدنى ألم فجال بخاطره لجزء من الثانية أن الرصاصة أصابت نتاليا ثم انتبه بختة إلى الحقيقة واتسعت عيناه في زهول لقد رأى دهشة عارمة تطل من عيني يوري الذي نسال بينهما خيط متعرج من الدم ينبثق من ثقب صغير في منتصف جبهته ثم ترنح جسده لحظة قبل أن يهوى جثة هامدة في نفس اللحظة التي هتفت فيها نتاليا أنتما؟ استدار أشرف بسرعة إلى مصدر الرصاصة التي قتلت يوري وسرت في جسده ارتجافة أخرى عندما رأى أمامه دارك وبراون والأخير يحمل مسدسا ضخما تتصاعد الأدخن من فوهته في حين قال كوستا في عصابية شديدة ما هذا بالضبط؟ لقد اتحمتما نقطة حدود رسمية أو؟ قاطع هودارك في خشونة أصمت يا كوستا لقد حولت هذه النقطة الحدودية الرسمية إلى معبر خاص ولدينا من الوثائق والصور والتسجيلات ما يكفي لإعدامك بتهمة الخيانة العظمى لو سلمناه للحكومة اليونانية شحب وجه كوستا في شدة وهو يتمتم سيدي أرجوك تجاهل هودارك تماما وهو يلتفت إلى نتاليا قائلا في زفر متشف أراهن أن هذا قد أدهشك يا عزيزتي فستظلون دائما على الحال نفسه أيها السوفيت مهما تطورت الدنيا من حولكم إنكم لا تتصورون أبدا أن كل خططكم معروفة لدينا بكل التفاصيلها قالت نتاليا في تحدي وكل خططكم أيضا أيها الأمريكيون عقد دارك حاجبيه وهو يقول ربما كل منا له الحق في أن يدعي ما يشاء ولكننا أثبتنا كفاءتنا على الأقل فنحن نعلم أنكم تتعاملون مع كوستا منذ زمن ام تقع وجه كوستا أكثر وهو يقول سيدي أرجوك لست أعترض على إسلوبكم في تصريف أموركم ولكن لا تجعلني أتورط في هذا الأمر زمجر براون وهو يقول ولكنك متورط فيه بالفعل لو حكست بكفيه وقال فليكن لا داعي للغوص أكثر في المستنقع لمجرد أنني وتقطه بقدمي ما ستفعله بالشاب والمرأة لا يعنيني قط اقتلهما لو أردت ولكن بعيدا عن هنا قالت ناتاليا في سخرية عصبية يا لك من وقد مرهى في الحس تابع كوستا دون أن يبالي بسخريتها إننا في مكان رسمي والحارس في الخارج يمكنه قاطعه دارك لا تقلق بشأن الحارس ثم ابتسم في سخرية مسطردا إنه يعمل لحسابنا حدق فيه كوستا في زهول فقالت ناتاليا من الذي يدهشك؟ هذا أمر طبيعي في عالمنا ابتسم براون ساخرا في حين قال دارك في حزم بمناسبة الحديث عن عالمنا أين استوانت الكمبيوتر؟ اندفع أشرف قائلا في مكان ما؟ التفت إليه دارك قائلا أي مكان؟ قال أشرف في حدة مكان ما في حزب زامجر براون قائلا هذا الفتى يحتاج إلى عملية تأديب جذب دارك إبرة مسدسه وصوب فواته إلى رأس أشرف وهو يقول في سرامة وغضب بل يحتاج إلى ما هو أكثر حزما ازدرد أشرف لعابه في صعوبة وتمتم مضطربا لن يمكنك قتلي بهذه السهولة ثم إنك لو فعلت فلن تحصل على الأسطوارة قط قال دارك في برود سأجازف بهذا حاول أشرف أن يتماسك وهو يقول فليكن أطلق نار وسيحصل الروس على الأسطوانة انعقد حاجب دارك في حدة وبرون يقول في عصبية إنه يساومنا مط دارك شفتيه وقال دعه يفعل ثم انتزع جواز صفر أغضر اللون من جيبه فجأة وهو يقول لأشرف ألا ترغب في استعادة هذا؟ هاتف أشرف في لهفة جواز صفري؟ أخرج دارك من جيبه رزمة من الأوراق النقدية الخضراء قائلاً نعم جواز صفرك وبضعة آلاف من الدولارات ما رأيك؟ إنها صفقة رابحة لو قرنتها بما يمكن أن يمنحك أيها الروس مقابل تلك الأسطوانة العينة ارتفع فجأة صوت يقول من قال هذا؟ وهتفت ناتاليا في دهشة؟ دلف الملحق العسكري السوفيتي إلى الكوخ الخشبي في هدوء أمام العيون المندهشة وخلفه أحد حراس السفارة حاملاً مدفعه الآلي فانهار كوستا على أقرب مقعد إليه وهو يهتث رباه هذا يدمر مستقبلي تماماً التفت إليه كلاشنكوف في هدوء وقال بلهجة آمرة غادر المكان يا كوستا لدينا حديث طويل هنا نهض كوستا وهو يرتجف قائلاً أرجوك أيها الرفيق كلاشنكوف لم يزيد من الدماء ألقى كلاشنكوف نظرة على جثة يوري ثم مط شفتيه ورفع عينيه إلى دارك وبراون قائلاً أي الدماء يا كوستا سنتعامل أنا وهؤلاء السادة كما يفعل أي متحضر تبادل دارك وبراون نظرة صامتة بعد أن نطق عبارته ثم عاد كل منهم مسدسه إلى جيبه وقال دارك هذه اللستوانة من حقنا ابتسم كلاشنكوف وأشار إلى حارسه فخفض فوهة مدفعه ودفع كوستا إلى الخارج وأغلق الباب خلفه فشد كلاشنكوف قامته وقال دعنا من فكرة الأحقية هذه سندفع ضعف ما يعرضه الأمريكيون أيون مصري ما رأيك قال أشرف وماذا عن جواز السفر ابتسم كلاشنكوف في سخرية وقال إنه أمر تافه سأمنحك وثيقة رسمية من سفاراتنا تقول إنك تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول بلادنا ولكننا فقدنا جواز سفرك وسنتحمل المسئولية كاملة وبهذه الوثيقة يمكنك استخراج جواز سفر آخر في لحظة واحدة من سفاراتنا هنا قال دارك في عصبية ولكننا نملك الجواز الرسمي ويمكننا أن نضاعف المكافأة النقضية ما رأيك في مائة ألف دولار قال كلاشنكوف في هدوء مائة وخمسون ألفا هاتف دارك ربع مليون دولار قال كلاشنكوف بسرعة نصف مليون انعقد حاجب دارك في حزم وهو يهتف فليكن أيها الروس سندفع مليون دولار دفعة واحدة واجمل براون في حزم نقضا فتح كلاشنكوف شفتيه ليواصل المزايدة ولكن أشرف قال فجأة مهلا أيها السادة التفتت إليه العيون كلها فتابع في حزم الواقع أن المبلغ الذي تعرضونه يسيل له اللعاب وها هي زي الاستوانة قالها وأخرج الاستوانة من جيبه فهتف براون يا للعين كان يحتفظ بها في جيبه وتابع أشرف ولكنكم جميعا نسيتم أمرا واحدا واستهاز المزاد الطريف وانعقد حاجبه في صرامة شديدة مع استطراضته أن حصولكم على الاستوانة يضر بأمن مصر تبادل دارك نظرة عصبية مع براون ثم قال في صرامة أعطني هذه الاستوانة وهتفك لشينكوف هاتها قال أشرف في حسم ها هي زي وقبل أن يندفع أحدهما نحوه ألقاها أشرف أرضا وهشمها بقدمه في عنف وانطفض جسد براون وهو يصرخ في غضب أيها الحقير أما كليشينكوف فزاح أنت تستحق القتل لهذا وبقى دارك صامتا لحظة ثم قال هذا أفضل سأله كليشينكوف في عصبية ماذا تعني هز دارك كتفيه وأشعر سيجارته في هدوء وهو يقول إنها نسخة الأسطوانة الوحيدة وبتحطيمها يكون الجميع قد خسروا محتوياتها فالمصريون ليست لديهم التصميمات الخاصة بالتعديلات الجديدة لطائرة F20 ونحن لا نهتم بمعرفة هذه التعديلات مادمت التفاصيل لم تصل إليكم يا السوفيت ببساطة عندما تحطمت الأسطوانة عادت بنا جميعا إلى البداية قبل كل هذه الأحداث مطق لشينكوف شفتيه طويلا ثم قال فليكن ربما كنت على حق ثم أشار إلى حارس السفارة مستطردا وهذا يعني أن وجودنا هنا لم يعد له ما يبرره سنحمل جثة يوري ونعود إلى سفارتنا إلى اللقاء يا السادة لقد أمتعني الصراع كثيرا هذه المرة قال دارك وماذا عن الفتاة هل تتركها على قيد الحياة لقد قتلت عددا من أفضل رجالي هزك لشينكوف كتفيه وقال لم نعد نهتم بأمرها ثم إنكم قتلتم يوري وهو أفضل رجالنا تنهى الدارك وقال سليكن ثم ألقى جواز السفر والنقود إلى أشرف مستطردا خذ هذا لم نعد بحاجة إليه وفي لحظات كان الجميع قد غادروا الكوخ الخشبية الصغير فالتفت أشرف إلى نتاليا وقال في توطر والآن ماذا علينا أن نفعل صمتت لحظة ثم هزت كتفيها وابتسمت قائلة ما أتينا لنفعله سنعبر الحدود وقبل أن يعود كوستا إلى كوخه كان قد نفز ما عزم عليه وعبر الحدود وماذا فعلت بعدها نطق رجل هادئ رياضي القوام هذه العبارة في بساطة وهو يجلس أمام أشرف الذي هز رأسه قائلا استطاعت نتاليا تدبير بعض المال من أصدقاء لها في أثينا وابتعت تذكرة عودة بالطائرة إلى القاهرة سأله الرجل وماذا عن نتاليا صمت أشرف لحظة ثم أجاب بقيت هناك مال الرجل نحوه وسأله في اهتمام ولماذا لم تعود معك إلى القاهرة كما قالت من قبل صمت أشرف فترة أطول هذه المرة ثم قال لم تجد مبررا لهذا فقد تجاهلها الروس ولم تعد متاردة ثم إنها حصلت بواسطة أصدقائها هناك على عمل جيد و توقف لحظة في حرج فسأله الرجل في هدوء وماذا تردد أشرف لحظة ثم خفض عينيه متمتما عندما أخبرتها أن طرازها لا يروق لي لم أكن كاذبا صحيح أنها باهرة الحسن فاتنة رائعة الجمال ولكنني لا أميل أبدا لذلك الطراز الشارس المقاتل من النساء إنني أحبهن هادئات رقيقات ناعمات يعشقن الحياة الأسرية ويحترمن أزواجهن ابتسم الرجل وقال كلنا هذا الرجل ثم التقط نفسا عميقا قبل أن يستطرد أهز كل ما لديك يا أشرف؟ أو ما أشرف برأسه إيجابا وقال نعم ولقد رويته على مسامعك ثلاث مرات على الأقل ابتسم الرجل ثم قال فيه دوء ولماذا أتيت إلينا إذن؟ أجاب أشرف تصورت أن المخابرات المصرية يهمها أن تعلم ما حدث وأخرج من جيبه استوانة كمبيوتر مستطردا ويهمها أكثر أن تحصل على هذه هاتف الرجل هذه هي الاستوانة؟ ابتسم أشرف مغمغما نسخة سليمة منها النسخة الوحيدة التقطها الرجل في لهفة وهو يسأله كيف صنعتها؟ أجابه أشرف في بساطة عندما كنت في المطعم مع نتاليا اتصلت بصديق لي نزير وارسلت إليه محتويات الاستوانة عبر أسلاك الهاتف بوساطة وصلة هاتفية خاصة فاستقبلها جهاز الكمبيوتر عنده وخزنها لحين عودتي ابتسم الرجل ورابط على كتف أشرف في حرارة وهو يقول رائع يا أستاذ أشرف لقد قمت بعمل رائع من أجل وطنك وصافحه في حرارة مضيفا في اعتزاز أنت بطل يا أستاذ أشرف بطل حقيقي ثم مال نحوه مسطردا ولا داعي لأن أذكرك بأن كل ما حدث ينبغي أن يظل سرا دفينا في أعماقك فلا تخبر به حتى أقرب المقربين إليك ابتسم أشرف وهو يقول لن أفعل أبدا يا سيدي هذا وعد التقى تنزير نفسا عميقا وهو يقول في سعادة أنهيت قصتي التفت إليه أشرف وقال أهي قصة مخابرات جديدة أجابه في حماس نعم قصة عن سر حربي خطير يحتفظ به جاسوس على استوانة كمبيوتر وتدور حرب طاحنة لاستعادته ثم ابتسم مسطردا هل تعلم من أوحى لي بهذه الفكرة إنها اللعبة التي أرسلتها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به من تركيا لقد أشعلت خيالي ورخت أتصور صراعا عنيفا يدور حول استوانة كمبيوتر تسيل من أجلها أنهار الدم وتحدث متهردات مثيرة وبطر عبارته بختة ثم قال في أسف ولكنك لا تؤمن بكل هذا وترى أنه مجرد خيال ولا يحدث أبدا في عالم المخابرات الحقيقي أليس كذلك؟ تطلع إليه أشرف لحظة في صمت ثم تحول صمته إلى ابتسامة راحت تتسع وتتسع في سرعة ثم لم تلبث أن تحولت إلى ضحكة كبيرة ضحكة من أعمق أعماق القلب تمت بحمد الله الأربعون على الأبواب والعمر يمضي ترددت ترك العبارة في رأس فكري للمرة الألف وهو يستقبل عيد مولده هذا الصباح إنه عامه الأربعون نقطة الانتقال من عالم الشباب والرجولة إلى مرحلة الكهولة وأعتى بالشيخوخة وعندما ذكر هذا لوالده قهقه ضاحكا وقال وهو يربط على كتفه في حرارة ماذا أقول أنا إذن وسأحتفل بعيد مولد السادس والستين بعد شهر أو يزيد كان والده يقولها وهو مفعم بالحيوية والنشاط وابتسامته تملأ وجهه الباسم الذي تخيط به هالة من الشعر الأشيب الذي زاده مهابة ووقارا ولكن فكري كان يشعر بأنه أكبر من والده ربما لأنه لم يحظى بعد بما حظى به والده منذ بلغ عمره ربع القرن بالتمام والكمال لم يتزوج بعد وتناهت فكري في أسه وهو يستعيد ذكريات مضت ذكرة تلك المرة الوحيدة والتي حاول فيها الزواج كانت في الرابعة والعشرين من عمره تخرج منذ عام واحد من كلية التجارة والتحق بالعمل في بنك وطني صغير عندما التقى بزميلة دراسته هبة التي رابط الحب بين قلبه وقلبها منذ عامها الأول في الكلية وقال لها في لهفة هبة أعتقد أنه يمكنني التقدم لطالب الزواج منك الآن كان يتوقع منها فرحة عارمة وسعادة لا حد لها وهم اللزان يخططان للزواج منذ تخرجهما ولكنه فوجئ بوجهها يشحب وبعينيها تغرى ورقان بالدموع وبشفتيها ترتجفان في مرارة فهتف بها جزعا ماذا حدث يا هبة؟ يومها تركت دموعها تغمر وجهها الجميل وهي تخفض عينيها قائلة لقد تقدم لي عريس آخر انتقل شعوبها إليه وقفزت ارتجافتها إلى شفتيه وصوته وهو يقول عريس آخر؟ بكت في مرارة وهي تشرح له كيف رآها ذلك المقاول في أثناء عودتها إلى منزلها وكيف تبعها وعرف عنوانها واسمها ثم تقدم لطلب يدها من والدها الموظف البسيط وعيدا إياه بأنه لن يطالبه بأي شيء وسيتكفل وحده بكل متطلبات الزواج إلى جانب استعداده لشراء شبكة غالية الثمن ودفع مهر محترم وإقامة حفل زواج يليق بمقامه وتجهيز شقة فاخرة بأفخم الأثاث وأحدث الأدوات ولم يجد والدها مبررا للرفض وهو الذي يستيقظ كل صباح مهموما يتساءل كيف يمكنه تجهيز بناته الثلاث للزواج؟ كانت بالنسبة إليه فرصة لتعاوض لتزويج كبرى بناته دون أن يتكلف قرشا واحدا وكانت الموافقة ثورية وتمت قراءة الفاتحة وتحديد موعد الخطبة والزواج واستقبل فكري حديثها آنزاك كمن يتلقى صدمة كهربي عنيفة لقد انتفض جسده في عنف وجلس يحضق فيها زاهلا مصعوقا حتى نهضت هي تمسح دموعها وتقول في همس حزين وداعني يا فكري لن أنساك أبدا وانهار هو تماما لم يستطع أبدا استيعاب فكرة العريس الثري الذي يظهر فجأة ملوحا بأمواله فيخطف قلبا شابا ويحطم آخر وفي اليوم نفسه تسلل ليلقي نظرة على ذلك المقاول وهو يتمنى أن يجداه ضخما أصلع الرأس تحيط بكرشه الضخم حل غالية الثمن فاسدة الزوق ولكن الصورة جاءت مختلفة تماما لقد وجداه رجلا وسيما أنيقا قوية شخصية مهاب الطلعة وفي حفل الزفاف الذي حضره خلسة تبين له أن هيبة قد انتبهت إلى كل تلك الصفات في عريسها فقد كانت هناك ابتسامة خلابة تضيء وجهها وهي تتأبى الزراعه وتصعد معه إلى مصرح صغير لتقطيع كعكة الزفاف الضخمة وبكى فكري طويلا بكى حتى جافى الدموع ثم اتخذ قراره بعدم الزواج إلى الأبد والتركيز على بناء مستقبله وفي اليوم التالي استقال فكري من عمله في البنك وقرر اتخام عالم الأعمال الحرة وكانت أنجح خطوة في حياته ففي الأعوام التالية راح ينتقل من نجاح إلى نجاح واشتهر بحسن سيرته في مجال بيع السيارات المستعملة حتى افتتح معرضا لبيعها في منطقة هادئة أنيقة ثم لم يلبث أن حصل على توكيل لبيع واحدة من أشهر طرازات السيارات في العالم وانضم اسمه إلى قائمة كبار رجال الأعمال في مصر ولكنه لم يتزوج بعد لقد انهمك في عمله تماما حتى أنه نسي نفسه ومستقبله ولم ينتبه إلى أنه لم يتزوج حتى أصبح على أعتاب الأربعين لحظتها بدى كالتائه في صحراء الحياة الجرداء يلهث من أجل قطرة ماء ولمحة من الظل وفجأة أيضا بدأت عيناه تتابعان الحسنوات في رواحهن وغدوهن وقلبه يخفق مع كل وجه جميل وابتسامة فاتنة وفي صباح عيد مولده تضاعف لديه هذا الإحساس عشرات المرات إحساس التائه وعندما زر أمه وانحنت لتطبع قبل على وجنته وتهنئه بعيد مولده فاجأها قائلا أريد أن أتزوج لم تصدق الأم نفسها في البداية وهي التي طالما ألحت عليه ليتزوج ثم تهللت أساريرها وهي تهتف في سعادة مبارك مبارك ثم مالت نحوه هامسة في جزل هناك وحيدة بعينها هز رأسه نفيا وهو يجيب كلا ابحثي لي عن زوجة مناسبة اعتدلت أمه ووجهها يهتف بالبشر وقالت في حماس غال والطلب رخيص وفي المساء نفسه وهو يطفأ شمو عيد الميلاد كانت تحمل له عشرات الصور لعشرات الفتيات الجميلات وانطقه واحدة صحرته ابتسامتها وخلب جمالها الهادي ألبه ولكن والدته قالت إنها للأسف أفقرهن فوالدها مجرد موظف بسيط و قاطعها في حسم هذا لا يهم سأتكفل بكل شيء أخبرهم هذا المال لا يهمني قط وابتسمت أمه قائلة على بركة الله ولم يمضي أسبوعا واحد حتى كان يجلس في منزل الفتاة التي اختارها وهي تجلس أمامه صامتة وإلى جوارها والدها اللزن رحب به في حرارة وابتسم في ارتياح وهو يؤكد أنه سيتكفل بكل المصروفات من الألف إلى الياء ثم أعلن الأب موافقته بلا تحفظ وشد على يده وهما يقرآن الفاتحة في حين أطلقت أم العروس زغروضة قوية مجرجلة وكانها تعلن خبر الزواج للحي بأكمله أما العروس نفسها فقد بدت ساهمة واجمة وكأنما باغتها الأمر أو لم ينن رضاها وعندما صارح أمه بهذا وهم في طريق العودة قهقها الضاحكة وقالت كلهن هكذا إنها تراك لأول مرة والخجل يعقد لسانها وقنع بهذا التفسير وهو يرقد في فراشه مبتسما ويهنئ نفسه على الفور بتلك الساحرة التي فتنت قلبه منذ اللحظة الأولى وفي الصباح التالي بدأ يشاهد معارض الأثاث ويتفقد قاعات الأفراح في الفنادق الكبرى وفجأة وقع بصره عليها خطيبته الشاب الفاتنة وشاب في مثل عمرها كان يجلسان حول مائدة صغيرة في حديقة مطلة على النيل هي تبكي في مرارة وحرارة وهو يحضق فيها زاهلا مصدوما وفهم فكر كل شيء من النظرة الأولى فهم ما يعني هذا المشهد بل رأى نفسه جزءا منه لم يكن أحد الجالسين حول المائدة بل كان ذلك المقاول الذي انتزع منه هبة وفي المساء نفسه ظهر فكري خطيبته وأعلنها أنه رآها مع حبيبها وقبل أن تفرغ شرح لها أن هذا لم يؤزه وأنه يفهم موقفها بل وطالبها بأن ترسل الشاب للعمل في شركته بمرتب ضخم يتيح لهم الزواج وتأثيث منزل مناسب وبكت الفتاة بين يديه وهي تشكر له شهامته ورجولاته وكرمه وغادر هو منزلها وهو يبتسم في ارتياح وحضر إليه الشاب بالفعل وألحقه هو بالعمل وساعدهما على الزواج وكان شاهد العقد في حفل زفافهما ولكنه لم يفكر بعدها في الزواج قط لقد اكتفى بذلك الشعور الذي ملأ كيانه كله فانزحت عنه كل المشاعر الأخرى شعور التائه تمت بحمد الله